السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم على قناتنا ستيب باي ستيب لو أول مرة تشوفنا ياريت تعمل سبسكريب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول وتسيب لنا كومنت برأيك عن المحتوى اللي بنقدمه على قناتنا ستيب باي ستيب والنهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديو ستيب باي ستيب وفيديو النهاردة عن سبجيكت بروناونز سبجيكت بروناونز هي ضمائر الفاعل يعني ايه ضمائر الفاعل؟ يعني عندي أي جملة بتتكون من فاعل وفاعل ومفعول وبيبقى الجزء الأساسي أو المين بارت فيها الفاعل والفاعل يعني شخص عمل شيء معين تمام؟ طيب يعني مثلاً أقول على سبيل المثال ألي إيتس أبل ألي إيتس أبل يعني علي يأكل التفاح طيب لو عندي علي هيعمل كذا حاجة يعني لو عندي هيأكل التفاح ومثلاً هيلعب كرة وهيذاكر هيعمل كذا نشاط بدل مفضل أقول علي 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 لا أنا هستخدم حاجة اسمها سبجيكت بروناون سبجيكت بروناونز يعني ضمير الفاعل ضمير الفاعل يعني أنا هسيب الفاعل في أول جملة وبعد كده بدل مفضل أقول كل شوية علي أو أفضل أقول كل شوية سلمة هشيل علي وهشيل سلمة وهضيف السبجيكت بروناون المناسب للجملة طيب يترى إيه السبجيكت البروناونز اللي عندي في الإنجليش عندي في الإنجليش سيفن سبجيكت بروناونز الإنجليش فيه سبع ضمير فاعل يترى السبجيكت بروناونز دي هتكون إيه تعالوا مع بعض نتعرف على السبجيكت بروناونز وزي ما قلنا هنشوف السبجيكت بروناون المناسب للفاعل إيه وهنشيل الفاعل وهنحط مكانه السبجيكت بروناون المناسب معانا أول حاجة في السبجيكت بروناونز عندي أول حاجة ال-I يعني أنا I يعني أنا وبعدين هي هو وبعدين هي وبعدين عندي اللي هي هي أو هو لغير العاقل يعني للجماد مثلا أو للأنيمالز للحيوانات وبعدين عندي الوي وبعد الوي عندي اليو اللي هي أنت أو أنتي وبعدين عندي اليو للجمع أنتم أو أنتنا أوكي وبعدين عندي they اللي هي هم تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض بشكل أوضح أول حاجة معنا I I و I دايماً بتيجي سواء في أول الجملة أو في أي مكان في الجملة بنكتبها capital لأنها ضمير متكلم يعني هي مش حرف ألفابت لا هي subject pronoun ضمير فاعل متكلم معناها أنا للمذكر وأنا للمؤنس يعني سواء واحد أو واحدة بيتكلم بيقول I بيقول I يعني أنا بعد كده عندي هي عندي هي هي يعني هو هي يعني هو يبقى هو دي بنستخدمها للمفرد المذكر للمفرد المذكر عندي بعد كده she she يعني هي she يعني هي يعني لو عندي سلمة لو عندي مونة هشيل سلمة وهشيل مونة وهضيف مكانها she ضيف مكانها she لأنها بتعوضني عن المفرد المؤنس بعد كده عندي it 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 يعني هو أو هي لغير العاقل هو أو هي لغير العاقل يعني لو عندي cat أو kitten أو dog أو pin أو pencil أو أي حاجة غير عاقل هنستخدم معاها it هنستخدم it بعدين عندي we بعدين الwe دي معناها نحن والwe دي جمع the i يعني عندي المفرد المتكلم i إنما الجمع المتكلم we يعني لو شخص واحد بيتكلم هنقول i إنما لو مجموعة بتتكلم هات نستخدم لها we نستخدم لها we بمعنى نحن بعدين عندي you you ضمير مخاطب ضمير مخاطب يعني أقول أنت أقول you أنت لو كان اللي قدامي مفرد مذكر طيب لو اللي قدامي مفرد مؤنس يعني لو بنوتا وعايزة أكلمها هقول لها إيه هقول لها برضو you يبقى you معناها أنت أو أنت للمذكر ولمؤنس طيب نفس الشكل you ممكن نستخدمها للجمع المذكر والمؤنس يعني لو قلت you ممكن قصدي أنتنة للبنات وممكن يكون you أنتم للاولاد يبقى الجمع المخاطب سواء مذكر أو مؤنس بعدين عندي they بعدين عندي they ونطلع لسلنا وإحنا بننطق the they نقول they 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 يعني هم أو هن هم أو هن يعني لو كانوا بنات هنقول they ولو كانوا شباب هنقول they برضو وبكده حبيبي يكون فيديو النهاردة عن subject pronouns انتهى معنا وأشوفكم على خير في فيديو جديد من الفيديو اللي بنقدمها على step by step وزي ما قلتلكم ما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وأشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته